السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فيديو جديد على القناة أتمنى أن تجدكم هذا الفيديو و أنتم بقى تمصحها و العافية اليوم إن شاء الله سنجدوا مادلين ناجحين منتفخين كي يأتيوا روعة فقط ببيضة واحدة سنجدوا 12 مادلين وطريقة التحضير سنحتاجوا على بركة الله بيضة واحدة سنحتاج نصف كاز عصر البرتقال أو عصر الليمون نصف كاز الحليب نصف كاز الزيت و كذلك كاز السكر سنيدة سنحتاج قشور البرتقال محكوكين قشور الحامضة خمارة 8غ و كذلك فانيليا و قبيصة الملحة هؤلاء المكونات خلاط الكهربائي نضيف كاز الزيت و كاز السكر سنيدة كاز السكر سنيدة مع مرش يعني على حسب الحلاوة هنا عندي فانيليا نضيف بيضة واحدة و نضيف قشور البرتقال و نضيف و نضيف نصف كاز عصر البرتقال و نضيف و نضيف 1 رشة الملح و نضيف نصف و السكر كاز السكر و نضيف و خليط و نضيف و نضيف خمارات نجاح المادلين نجاح المادلين نجاح المادلين وكذلك سيرتاني وغادي تشوفوا معي ان شاء الله العجين كيفاش غادي يكون هادا كسيرته هو من اسرار عجين ديال المادلين كذلك كتلاحظوا انني غادي نخلط هاد الخالط هاد فقط غيب بمعلقة او لا بستاتشولا يعني متاجوش انكم ديرو فوي او لا تخلطو بالخلاط الكهربائي سافي كمدا نضيف دقيق و نضيف الحليب كما لاحظتو كي يقول لي لي الخالط على هاد الشكل هادا يعني ما خفيفش ما تقيش بزاف يعني كي يكون خالط تقريبا محل خالط الكيك ولكن شوية قاسح عليه يعني هدا هو القوام اللي بغيتس و كي يجيب حل هكا سافي كناخد قواليب ديال المادلين كما كتلاحظو كنعتادر على صوت ديالي شوية ضربني البرتعيانة شوية كنعتادر هنا كناخد القواليب ديال المادلين و كنضير ليهم هاد الكواغتات يعني هالطريقة كدجي سهلة لوليدات اللي بغيتس تعطيهم لقوت ديها كا يديهم كيدجي سهلة انهم ياخدهم هكا في هاد الكواغتات و كنبدأ كنعمر ديال المادلين هكدا يعني سيحل الجوانب ضروري انكم تخليوا شوية العجينة شوية قاسحة كما كشتو هكدا و كدالك يعني باش ما كتتنفخ ما كتتسيحلكمش على الجوانب يعني كتبخ قابتع فراسه و كتطلع يعني بواحد الارتفاع يعني ما كيجيش تلك الارتفاع كيهبط على الجوانب و كيجي المادلينة مائلة كنت سمنى تكون واضح الشرح ديالي و صفي كنعمرهم في هاد الأثناء كنكون شعلا الفران على درجة حرارة 180 درجة يعني كنسخنو كنقلل البوطة و كنخلي العافية مهيلة شوية من تحت يعني متوسطة و صفي فاش كندخلهم الفران غير كندخلهم يعني كنحشون في الفران كنشعل عليهم حتى ملفق يعني هادا تصير الثالث من الأسرار نجاح الكيك أو المادلين كنشعل عليه حتى ملفق يعني فاش كنشعل عليه من تحت كنخلي العافية شوية متوسطة و من الفق كتكون العافية مهيلة يعني ما تجهتوش البوطة من الفق باش يحمروا لكم مش ضغية و يجيو يعني من الداخل ما طيبيش فقط تكون العافية مهيلة و هانتم ما كتشوفون نتيجة روعة نتيجة زوينة يعني مع أنني معمرتهم مش بثاف جوا من فوخين و ارتفاع ديالهم هو هادا يعني مجاوش مائلين كما كتلاحظوا و ذاك البيضاء واحدة عطتنا 12 لحبة ديال المادلين اقتصادي جدا يعني مليون ما ديش تشريوه فقط غادي تديروا في البيت تيالكم يعني اقتصادي مياه في المياه و مكونات موجودة في كل البيت و كذلك يعني تزين كيبقى اختياري تقدروا تخليهم بحال هكذا تقدروا مثلا فاش يطيبوا لكم كما كتلاحظوا هكذا يعني انا ماخدوش معايا مدة طويلة في الفرن فقط واحد تولو تساعة كانوا واجدين وتقدروا تديروا كمية كتيرة و توضعوها في المجمد يعني فاش تبغيوهم توجو و تلقاهم واجدين هكذا تجبدو كل كل نهار تجبدو القياس اللي غدي تعطيو لوليداتكم هكا القوتي او اللي تحطوا لهكا الكاسكروت في الطار او لا المهم انهم كي يجيوا اقتصادي يعني بيضة واحدة غدي تحط لكم ما شاء الله تناشي الحبة اقتصادي جدا ويعني وما احسن انا نوجدو شي حاجة لوليداتنا في المنزل دينا بلا ما نشريوها ما كان عارفوا تشنو كي يكون فيها وكي يجي لديد بزاف بديك المزيج دي العسارة الحامض كذلك داك الحليب اللي وضعنا لوقشور دي الحامض كي يجي روعة البنات وكذلك اخواني اخواتي كان نعتادر دائما كتخرج لي هاد البنات وكان انتقادات من اخواني الرجال كان اعتادر منكم المهم اي واحد يقدر يدير هادلي مادلين ساهلين واقتصاديين غلي ما بغاش يديرهم ودزين يعني تقدروا تزينو بشوكولات رقائق اللوز كذلك فيغميسيل اي حاجة يعني انا خليتهم لكم هكا ومهمية الفكرة والدزين كيبقى اختياري لما كاش عندكم فقط شوية دي الكوكو من الفوق شوية دي الكوك وتفرحوا بيهم وليداتكم يعني روعة البنات روعة اخواني اخواتي كان اعتادر بززاف منكم هي فقط تعود على هاد كلمة اخواني وكلمة اخواتي فقط كيجو روعة كما لاحظتها كده خفافين ما معجنيش نهائيا كانت مني يعجبوكم ويعجبكم هاد الفيديو ومن طبيعة الحال يلعجبكم فيديو ما تنسوناش مشترك في القناة وما تبخلوش علينا باللايكات ومع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله الى اللقاء